شكراً بدايةً الإخوة في موقع العمق بالنسبة للأسباب التي دفعت إلى خوض إضرابات في قطاع الجماعة الترابية الجماعة الترابية كقطاع يشغل الآلاف من الموظفين والموظفات هو القطاع أو الإدارة التي تقوم بتنزيل المخططات والسياسات والبرامج التنموية أوضاعها هي أوضاع جد مزرية أوضاع يعرفها القاسي والداني أن أوضاع مزرية أوضاع لا تليق بفئة أو بشريحة مسؤوليتها هي أنها تنزل بجموع البرامج لسياسات القرب في العلاقة مع المواطنين والمواطنين إذن لماذا نخوض الإضراب بداية من أجل فتح حوار قطاعي مجدي جدي يستطيع الرقيب الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغلة الجماعية هذا الحوار المتوقف منذ مارس 2023 نحن نتساءل بظورنا لماذا الحوار مفتوح في جميع القطاعات الوزارية الأخرى في جميع المؤسسات العمومية إلا بقطاع الجماعات الترابية إذن مطلبنا الأول ومسببات خوضونا لهذه الإضرابات هو فتح حوار قطاعي على شكلة باقي القطاعات الوزارية الأخرى وتفعيلاً لاتفاق 30 أبريل 2022 أيضاً من أجل المطالب العادلة والمشروع لشغيلة القطاع واللي على رأسها زيادة عامة في الأجور تناسب الحجم الارتفاع المهويل لأسعار المواد الأساسية وتدني الخدمات العمومية أيضاً من أجل حل ملفات عالقة عمرت تويلاً عندنا ملف إعلامياً تم تصلير عليه الدوء ولازل يطلب تصلير الدوء هو ملف حامل شهادة الدبلومات الغير مدمجين في السلال المناسبة عندنا إخوان دينا حامل شهادة الإجازة الماستر دبلومات تقني وغير مدمجين في السلال المناسبة يعني تستفيد الإدارة من رصيدهم المعرفي من تكوينهم العلمي والمعرفي ولكن بالمقابل لا تنظر إليهم بعين تحفيز وتسوية وضعيتهم عندنا أيضاً خريجي مركز تكون الإدارة الإخوان دينا كتاب الإداريون اللي غير مدمجين وتعرضوا لحيف بالقطاع عندنا مساعدين التقنيين عندنا المساعدين الإداريين إلى غير ذلك من المجموعة من الملفات أيضاً عندنا مطلبنا دينا أننا تكون عندنا ترقية مهنية يكون عندنا تحفيز ويكون عندنا نظام أساسي اللي هو في الحقيقة يكون محفز ويكون يحملوا تعويضات ويحمل بجموعة الأشكال اللي يتحفز على قيام بالمهام حالاً عندنا الأجر في القطاع هو 3500 درهم وأنتم تعلمون أن لأن 3500 درهم اليوم لا تغني ولا تسمنوا من جوع إلى غير ذلك من جوعات لمطالب الأخرى البنية التحتية عندنا إدارة مترهلة عندنا إدارة التغيب فيها حتى المرافق الصحية وعندنا أيضاً حالاً القطاع اللي عنده واحد الميزة خاصة نحن الحرية النقبية والكرمة هي مرتبطة بطبيعة الرؤساء اللي هما الوان سياسية إذن في حالة جامعة اللي فيها رئيس يعني يتفهم الوضع ورئيس يعني يسير العاصر إلى غدك كما كان لقوش بزفة المشاكل ولكن هناك مجموعة من رؤساء يعتبرون لجامعة الترابية التي يسير لها وكأنها ضيعت في لحية ويعدمون فيها القانون ويتصرفون على أحساب أهوائهم ومزاجاتهم بالنسبة للاختطاعة نعتبر أن الإضراب حق دستوري يكفله الفصل 29 من دستور 2011 واللي ينص على أن حق الإضراب حق مكفول وسيصدر نص تنظيمي يبين كيفية وشروط ممارسة لحد الآن لم يصدر هذا النص وبالتالي القاعدة هي أن حق الإضراب حق مباح حق مسموح به طالما لم يصدر نص تنظيمي يبين شروط وكيفية ممارسة واحد تانياً الإضراب هو نخوض الإضراب من أجل فتح الحوار إذن ماذا ما الحوار مبالغ؟ إذن من هو المسؤول عن الإضراب؟ المسؤول عن الإضراب هي الجهة التي أغلقت أبواب الحوار في وجه نقابة هي أكبر نقابة على مستوى القطاع فيما يخص تمتليه وفق انتخابات يونيو 2021 إذن نحن نعتبر الاقتطاع غير قانوني غير مشروع وغير دستوري يتم الاعتماد والارتكاز في الاقتطاع على منشور رئيس الحكومة الغير مأسوف على راحله عبدالله بن كيران واللي لا يرقى إلى مستوى النص الدستوري الذي يعطينا هذا الحق في الإضراب أيضاً يتم ارتكاز على القانون 80-12 واللي يمتضم كيفية الاقتطاع من أجور ورواتب مفضة في الدولة والجامعة الترابية والذي لا يتحدث عن الإضراب إذن الإضراب هو غياب عن العمل وغياب شروع ويكتك من شرعيته في أنه حق دستوري للمطالبة بحقنا في الحوار وبتغيير أوضاعنا بالقطاع ما فتح الحوار حول النظام الأساسي في إطار الحوار القطاعي عفواً الحوار القطاعي كما يعلم الجميع أن كان نباثقت عليه ثلاثة اللجان لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العليقة ولجنة المرافق أو لجنة تدبير المفوض الشق الاجتماعي ولجنة النظام الأساسي اشتغلنا في هذه اللجان اشتغلنا في إطار حوار في هذه اللجان وكان نطلب الجامعة الوطنية لموضف الجامعة الترابية المنظوية تحت الاتحاد المغربي للشغل هو أولاً أن النظام الأساسي حسب قوانين تنظيمية المنظمة الجامعة الترابية قانون 111-14 113-14 111-14 المنظم الجامعة الترابية والمجالس الإقليمية والمجالس العاملات والمجالس الجهود ينص على أن سيصدر نظام أساسي للموارد البشرية بجامعة الترابية بنص قانوني يعني عن طريق قانون ونحن نعرف بل أن مجموعة المراسيم مجموعة القوانين أو الأنظمة الأساسية للموارد البشرية في مجموعة القطعة صادرت بمرسوم الفرق بين المرسوم والقانون هو أن المرسوم يعني كيكون نتيجة واحدة المفاوضات يمر عن طريق مجلس حكومي وينشره في جهد رسمية بالنسبة للقانون هو يأخذ مصاراً شريعياً عبر مجلس النواب ومجلس المستشارين وبالتالي ليست لنا ضمانات بأن ما سيتم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي أنه سيسلك هذا المصار التشريعي بدون أن يتعرض إلى تغييره تغييره من معالمه ومضمونه وبالتالي تغييره من مكتسباته إذن طالبنا بأن يكون النظام الأساسي عبارة عن مرسوم وليس عبارة عن قانون هنا نقاش ولازلنا متشبت بالفكرة خذنا النقاش حول هذا النظام الأساسي وقدمنا مقترحنا لوزارة الداخل المديني العامة الجامعة الترابية والذي كان نتيجة يوم دراسي نقدمه في فبراير 2020 بفاس في مقر الاتحاد المغربي للشغل بحضور مسؤولين ومختصين في المجال ولكن الأسف أن ما توصلنا به من نسخة لمشروع نظام أساسي من طرف المديني العامة لا يرقى لا شكلا ولا مضمونا إلى أدنى طموحات وتطلعات الشغلة الجامعية إذا نظرنا اليوم للنظام الأساسي دي الرجال التعليم واللي عرف حراك واللي عرف بالنسبة لنا يتضمن بين قوصين واحدة مجموعة المكتسبات واحدة مجموعة التعويضات بالنسبة للنظام الأساسي ولا رقم ولا تعويض ولا شيء هو 18 المادة فيها 12 المادة سيصدره تحيل على أن سيصدر نص تنظيمي حول كيفية تطبيقها وبالتالي لم نرى فيه لا تحفيزا ولا تشجيعا ولا رقيا بالأوضاع المعيشية معيشية دي الشغلة الجامعية إذن مطلبون في هذا المستوى هو أن يتم تغيير النص وأن يكون مرسوم للموارد يشكل نظام الأساسي لموارد البشرية بجماعات الترابية أن يكون شاملا إلى تعويضة دي المهام والوظائف اللي كيقوموا بها لمضافة المضافين إلى إجابة على مجموعة المواضلات اللي عدنا بما يخص المصر دي الترقي نحن اليوم كان الترقي بالمباراة عبر ستة سنوات وبالأقدمية عبر عشرة سنوات نحن مطلبنا أنه يتخفض ست سنوات إلى أربعة وعشر سنوات إلى ستة هو أن نطلبنا يكون لدينا مجموعة دي التعويضة بالقطاع حول المهام حول مجموعة للأنشطة اللي كيقوموا بها بالتالي مطلب دي لأن نريد نظام أساسي دا قيمة مالية حقيقية على القطاع ودا قيمة مهنية على المسيرة المهنية دي الموضافات والموضافين بالقطاع وأن يشمل كافة العاملين بالقطاع لا فيما يخص العرضين لليوم يعني العديد دي الجامعة تعتمد في إطار تدبير مهامها لمجموعة للفئات الأخرى المتضمنة أو للعاملة في المجال دي الجامعات الترمي إشارة وهذا التوضيح وبزاف ديال اللي كيشوف هذا الأمر هذا وهو أمر غير ساليم على اعتبر أن الحراك ما يسمى بالحراك التعليمي أو الإضرابات الكبرى بقطاع التعليم انتلقت يوم خمسة أكتوبر من بعد الإعلان على النظام الأساسي في شهر شتنبر الجامعة الترمية أخذت سلسلة من الإضرابات قبلها التاريخ للأسف لا تصلت عليها الأدواء نظرا لحجم الموظفين لجامعة الترمية واحد ونظرا ارتباطهم بالمستوى الإعلامي حيث نال الحراك التعليمي ما يستحق بعد الانفجار ديال حراك وخصوصا المسيرة الكبرى اللي كانت بالربط احنا أخذنا إضرابات تنبيهية وإندارية نطالب فيها بالحوار أول إضراب قاعدنا في السلة ديال 2013 هو يوم 14 و15 يونيو يعني تقريبا أربعة أشهر قبل قبل الانطلاق للإضرابات ديال قطاع التعليم خذنا إضراب يوم 5 يوليوز للمزيد من تنبيه ديال الوزارة من أجل فتح أبواب الحوار وخذنا إضرابات في شهر أكتوبر أيضا إذن بالنسبة للإضرابات ديال القطاع ديال الجامعة الترمية لا تجد أساسها أو أرضيتها من إضرابات قطاعات أخرى بل هي مرتبطة أساسا بالمطالب تضمنها المذكرة المطلبية اللي هو 37 مطلب وهذا الرقم كيعكس الحجم ديال المشاكل اللي كيتخبط بها للشغيلة الجامعية إذن معركتنا النضالية هي معركة لم تتأثر بمعارك أخرى لأنها معركة مستقلة بالقرارات ديال الجامعة الوطنية ديال النقابة الأكتر تمتدية وبتالي إضرابات سبقة لإضرابات ديال القطاع التعليم وإن كنا نعلنوا التضامن ديالنا مع الحركة النقابية بالقطاع ديال التعليم واللي يمكن التأثير اللي كان دياله هو تأثير على المضافين والمضافات في حجم الإنخراط دياله في الخطوات والمحطات النضالية نحن بالنسبة لنا نسترعين برنامج نضالي لأننا نعتبر أن الحوار المسؤول الجدي هو اللي قد يوقف أي نزاع وأي يعني احتجاجات في أي قطع ما وفي أي مجالين ما بتالي نعتبر أن النقطة الأولى اللي كيستفذفها برنامجنا النضالي هو فتح الحوار القطاعي عند فتح الحوار القطاعي وعند التداول والتفاوض يمكن أن ينبثق على ذلك شيئاً اثنين إما أن يكون هناك اكتفق جدي نرى فيه أنه انعكاسات إيجابية على الوضع المزرد للشغيل الجامعية وإما أن نجد التماطل أو تلك في الاستجابة لهذا المطالب والحدود الدنيا وبالتالي سيستمر الإضراب اليوم نعيدنا قرار الإضراب آخر مستر وهو 30 و31 يناير وفاتح فبراير إضراب لمدة ثلاثة أيام مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية لكافة الشغيل الجامعية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير نتمنى صادقين أن تكون اللغة العقلية السائدة ويكتم الدعوة دي النقابة الحوار القطاعي في حالة غياب سنستمر في الإضراب فيما يخص الشق الإعلامي صحيح أن تصلية الضوء أو تصلية الإعلام الأضواء دياله على أي فعل هو برتبط بحجم الفعل بتأثيره في المجتمع بما كانت إلى غدك هذا حقيقة يمكن الإضرابة كلما كانت متواجدة بشكل كبير وبشكل تحرك حجم كبير وعندن عكاسات بحل إضرابة القطاع للتعليم إلى غدك يتم تصل الضوء عليها لأن حجم الحركة النقابية والحجم الحركة الاحتياجية التي كانت في قطاع التعليم لها حجم كبير جدا أيضا في قطاع الجامعة الترابية هلούت إضرابات قلت أن ما تصل لها وعلى المشاكل التي تعرفها قطاع الجامعة الترابية لأن احتل مهام والوظائف الجامعة الترابية لازلت غير مصلطة عليها الضوء هي هي المالية على اعتبر أن هناك مصالح وأقسام داخل الجماعة الترابية مرتبطة بالقسم المالي واللي هي ترتبط بالوعاء الضريبي اللي كيحصي الملزمين بأداء الضريبة والجيبايات إلى غني وهناك مصالحة ومصالح ديال التحصيل الضريبي اللي كترتبط بجميع وتحصيل جميع الدرائب والواجبات اللي يعني في مجموعة الجماعة تبلغ الملايين أيضا هناك قسم ديال التعمير وما أدرك ما التعمير عدنا أيضا قسم ديال التجهيز وعدنا المراقبة ديال المشاريع والتتبوع ديال المشاريع سواء المشاريع متعلقة بالطرقات سواء المتعلقة بالبنايات سواء المجموعة ديال المشاريع عدنا المكاتب ديال حلف الصحة اللي مرتبطة بالمجال الصحي داخل المدينة عدنا أيضا مصالح ديال نقل المرضى عدنا أيضا مصالح ديال المجازر للإخوان ديالنا اللي كي دبروا المجازر الكبرى أسواق الجملة أسواق السيارات الحذائق الخضراء الإنارة العمومية الماء إلى غذيك إذن الجماعة التربية هي واحد المجال كبير ديلا واحد المهام وديلا واحد الإختصاصات اللي مفرض أن لكن لا نشوفه في الأوضاع ديلا مجموعة المهنين في قطعات أخرى مثلا مجموعة المهنين اللي كان حفزوهم بشيء ديوا أكثر فالجماعة التربية إذن تتطلب تحفيز لأن مجموعة ديلا إخوات ديلا والأخوات يقومون بمهام جسيمة بمهم دات خطورة كبرى ولكن لا يستفيدون من تعوضات مقابل الأصدقاء ديلا والزمال في قطعات عمومية أخرى أنا أعطيك فقط رقما من بين العجائب لهذا القطع هذا هو أننا عدنا تعوضات عن صندوق الإخوان ديلا العاملين فيما يخص تحصيل المالي أو شاسعي المداخل هم اللي يجمعوا المداخل ديلا الجماعات التربية ويستفيدون من تعوض عن هذه المداخل ويقدر بواحد في الألف من مجموع المداخل علاء لا يتجاوز 600 درهم سنويا بمعنى هو تعوض ديلا 50 درهم شهريا وللأسف ديلا الناس اللي كتحصل مبالغ مالية كبرى تقدر بملايين درهم ولكن في الآخر هل ينظر الناس بأن هالتعوض يوازي الحجم ديلا المهام اللي كيقوموا بها هاد الإخوان وهاد الأخوات ديلا اللي كيخدموا في بيط النار كما يكن قولوا هذا إلى غير ذلك من المراقبات من المراقبين ديلا ديلا الإخوان اللي كيراقبوا لإنجاز ديلا الطرقات والإيجادة واللي ما عندنا مش تعوضات ما عندنا مش نهائية تعوضات مرتبطة بإنجاز هذه المهام ديلا وبالتالي كنقولوا على أن خاص المهام اللي كينا بالقطاع خاص نظرة حقيقية ونظرة نوعية لمهام اللي أتصلية الدوء على هذه المهام حتى ينال الموضف والموضفة الجماعية ما يستحقون من تحفيز ومن حقوق قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر